كابتن خلد لطيف مرشح لأمانة السندوق مستقل أهلا بك على يلا كرة بالرحب بك على يلا كرة أهلا بك وأهلا بكل سادة المشاهدين والمتابعين والقراء يلا كرة يلا كرة من واقعا مميزة جدا جدا أنا نفسي شخصيا بتبقى شرف لنا ما قلقتش من الهجوم اللي هيكون على حضرتك بالعكس بالعكس زادني ثقة ربنا سبحانه وتعالى وزاكني وزادني تموح وعزيمة لأن زي ما قلت الحقيق في البداية اللي انتخابني الحمد لله ما يقرب من 21000 صوت اللي انتقادني يوم ما دخلت رشحت نفسي لو قلنا 10 أو 20 بغض النظر اللي هم موجهين من جهة معينة أو من فئة معينة لأعطائي بعض التصرحات اللي حديك شفتيها دي لكن بالعكس زادتني إصرار إن أنا أكمل المنافسة وكل مجلس إدارة له ما له وعليه ما عليه يعني اوعى تفتكر إن الأرقام والديون والكلام الكبير قوي 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 اللي بيتقال ولياره نصه ما تقالش قبل كده في وجود اللجنة السابقة اللي هي تقريبا نفس القايمة الموحدة كان موجود لجنة سابقة برضو بالكابتل حسين اللبيب والحسن المندوه وهني بيرزي وحسين السيد هم هم تقريبا اللي كانوا في اللجنة في لجنة مع قطأة وهما اللي كانوا عاملين حملة نديكي وناديك وكانوا فتحوا التبرعات الجمهيري حقيقة ما تأخرتش خالص عن التبرعات فتحوا باب التبرعات وهما داخلين مراضي بقى بشكل تاني إنهما قائمة رجال أعمال هم هم رغم إنهما لما كانوا موجودين ما كانش برضو كانوا يبحثوا إزاي في فتحة باب التبرعات انتهت المرحلة برحيل عدد من النجوم زي ما هو بيقولوا جرفنا نادي لعدة بالعكس يمكن أثناء اللجنة رحل مصطفى محمد وأحد وإعراض متير كنفلية ورحيل أجوستي المدير الفني الكورت السلة والعديد من اللعبين المعارين وفي النهاية برضو بعد ما هم رحلوا يمكن كان في عودة في فترة موقعتة لمجلس المستشار مرتدى قبل الانتخابات الأخيرة كان النادي مديون للضرائب بـ 200 مليون جنيه وكان هناك ديون برضو في مختلف القطاعات فكثرت الحديث عن الماضي اعتقاد الشخصي ده بيضيع من وقتنا من مستقبلنا كل مجلس وكل لجنة لها ما لها وعليها ما عليها المهم بالنسبة لي أنا كخالد لطيف وبالنسبة للمجلس القادم نحنا نفكر في المستقبل قبل ما نفكر في الماضي يعني زي ما احنا بيتقال في الأغاني غنية عمري دياب الماضي كان كله جراح سواء جراح هنا أو جراح هنا فخلينا في المستقبل عشان تكتشت بعمل دياب عشان زمال كاوي ما طبعا معاحد نجوم الزمالك يعني فخلينا نتكلم في المستقبل أحسن ما نتكلم في الماضي لكن هناك بعض القواعد الرسخة في الماضي ما حدش يقدر يخفلك الماضي هو اللي مؤثر على الحاضر والمستقبل يعني مثلا عايز أعرف من حضرتك الحجز على قرصية الزمالك الأستاذ ممدوح عباس ولا الدرائب يعني البعض بيقول إزاي أنا روح بنفسي أبلغ عن نفسي الدرائب تيجي تاخد الفلوس كلام حليك مظبط وكواس إن أنت أثرت الموضوع المهم جدا جدا ده خلينا اتكلم بأعمال أن دي مش أول مرة يعني إحنا بنسمع عن أزمات مادية في نادي الزمالك أعتقادي مالي من خمستاشر عشرين سنة رغم أن أنا ما كنتش موجود في مجلس إدارة نادي الزمالك وكنت الحمد لله هو عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة دورتين متتاليتين لكن وأنا بره في اتحاد الكرة كنت بسمع أن نادي الزمالك بيمر بأزمات مادية وننادي الزمالك ما فوش فلوس وننادي الزمالك يعني نفس اللي بيتقال دلوقتي كان بيتقال قبل كده من خمستاشر عشرين سنة والزمالك سيبقى وهيبقى شامخ حتى لو مر ببعض الظروف وعدم الاستقرار لكن الزمالك نادي كبير ومؤسسة رياضية كبيرة جدا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة